أدانت المملكة بشدة الهجومين الإرهابيين لذين استادفاء حاجزا عسكريا بمنطقة البرث جنوب رفح شمال سيناء وأكد سفير خادم الحرمين لدى مصر أحمد قطان وقوف المملكة حكومة وشعبا مع مصر في حربها ضد الإرهاب مضيفا أن هذه الأحداث لا يمكنها أن تنال من مصر وشعبها كما أدانت الإمارات هجوم سيناء الإرهابي مؤكدة تضامنها ووقوفها مع مصر في مواجهة هذا العمل الإجرامي وأدانت البحرين الهجوم الإرهابية وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لشعب مصر ولأهالي وذوية الضحايا كما أدانت الأردن الهجمات الإرهابية الجبانة والمتكررة شمال سيناء ودعت المجتمع الدولي لتكثيف الجهود في مواجهة الإرهاب وأدانت السفارة الأمريكية في القاهرة الاعتداء مؤكدة وقوف الولايات المتحدة مع مصر ضد الإرهاب كما أدانت المملكة المتحدة بشدة هجوم سيناء الإرهابي وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن أن بريطانيا تعلم قدر الحزن والغضب الذي يشعر به المصريون تجاه هذا العمل الإرهابية